وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير وخلال اجتماع لمتابعة أعمال التطوير المنطقة المحيطة بالمتحف شاد داد مدبولي على ضرورة أن يظهر المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به في أبهى الصورة مع قرب الافتتاح كما شهد الاجتماع استعراض المخطط العام لتطوير المناطق المحددة بطريقية مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الفيوم وأنواع وتصميمات التشجير بهما